السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو صغير جدا ان شاء الله نوضح بس معلومة بسيطة على واحد كان بيفحص الثلاجة عنده وبيسمع صوت تكة ورنى كده خلف الثلاجة وكل شوية بيها بيتكرر الصدة والتلاجة مش بتبرد خالص انا هديله بس شوية معلومات بسيطة انه هو طالب انه هو يفحص بايده او يصلح بايده صوت التكة ده على الكمبروسر من قطعة بيتشغل الكمبروسر مش من الكمبروسر نفسه قطعة اسمها الأوفرلود الاوفرلود ده وظفته ايه وظفته ايه انه لما الكمبروسر Redo n يسحب طيار Horse عشان ما احصلش مشكلة عندك فاcipe الامكان يسحب طيار عالي حتى هذا الأوفرلود ممكن يتكاري العازات غير ان الكمبروسر نفسه يسحب طيار عالي ممكن لما يكون هو نفسه تلف او ضعيف ودي نسبة 5% نادر جدا ما يكون البرود نفسه بيفصل ويرجع اشتغل تاني عشان خاطر انه ضعيف فهو دائما وظيفته انه يفصل ويشتغل على الطيار العالي اللي بيسحبه الكمبروسر الكمبروسر ليه بيسحب طيار عالي حاجة من الاتنين اما مشكلة في التقويم بتاعته يعني يكون هو سليم بس فيه مشكلة في التقويم الستارت بتاع الكمبروسر فبقمش كويس او انه قافش قافش يعني الميكانيكا الداخلية مجيما ما بتدرش ماسك دي الحالتين طيب الحالة اللي هي فيها قافش دي حمش نقدر نعمل فيها حاجة فهنقدر نشوف الحالة التانية ولو كانت كويسة يبقى المطور قافش وهنقدر نغيره خلاص الحالة التانية اللي هي ممكن يكون فيها تصليح للكمبروسر اللي هو الرلي الرلي ده وظيفته على الكمبروسر انه يشغل الكمبروسر ويفصل ملف التقويم بعد الاقلاع مباشرة ويفضل الكمبروسر يشغل على ملف التشغيل والنقطة اللي عليها الأوفرلود فالرلي دائما في التلاجة المنزلية بيكون بالشكل ده اللي هو بيتي سي ما بيكونش في حيث يسمى الرلي حراري ورلي حراري ورلي الطيار ده اسمه الرلي الحراري الرلي الحراري ده عبارة عن قرص بالداخل بين نقطتين ريش المهم يعني مش هنخش في تفاصيل كثيرة الرلي ده لو في مشكلة بيخل الأوفرلود يفصل لان الكمبروسر ما بيقومش بطريقة بصورة طبيعية بيفضلوا بملف التقويم والتشغيل مع بعض او انه ملف التقويم بس اللي شغال والتقويم ما دخلتش معاه اصلا اللي كانت هنا فبيسحب طيار عالي فبيفصل اوفرلود لان امس كان الرلي ده اول حاجة اعملها ان انا احركوا كده حركوا كده لو سمحت فيه صوت خربشة او صوت اهتزاز تعرف انه تالف لان ده المفروض يكون ما فيشش فيه شخللة خالص ثاني حاجة النقطتين دول اللي هما داخلين على الكمبروسر طبعا هو من هنا من ناحية السلكة يكون احيانا فيه طرف واحد احيانا فيه طرفين وحيانا فيه ثلاثة زي ده كده علشان لو الكمبروسر شغال بكباستر او بدون طبعا الطرفين دول طبعا اصلا ده اول ما تشيله من المتلاجة بيبرد بعد شوية بصار الطرفين دول المفروض يقروا مع بعض او يكونوا فيه تلامس ما بينهم حتى بتقيس بجهاز الافوميتر او باللمبة السيرية او باي حاجة عندك ما بين هنا ما بين هنا لازم تدوله يكونوا موصلين لبعض ده بكده بيكون ان هو سليم تمام فلو سليم ومش متكسر متداخل بيبقى الكمبروسر افش يعني هو مش عايز اصدمك ان الكمبروسر افش من اول انا دايما بيبقى الكمبروسر افش لكن لازم تشيك على القطعة زي كده لان احيانا بتكون هي السبب فيها اتمنى تكون وصلت الفكرة ووصلت بمعلومات يعني مش ان انا اقولك الكمبروسر ما بيدورشي وبتسمع صوترانا روح اغير قلعة ان دول انا عايزك تفهمهم يعني انت اذا كنت فني او اذا كنت صاحب الثلاجة فاتمنى اكون وصلت لك المعلومات ازاي بيشتغلوا وايه الاشكالة فيهم